أعوذ بالذلك للشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم إِنْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُرُولِهِ الْحَمِكَّةَ حَمِكَّةَ الْجَائِرِيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُولِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُولِينَ وَأَلْزَلَهُمْ كَلِمَةَ تَقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَلَّهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَصَّدَكَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّمُّ يَا بِالْحَقُ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَيْءَ يَا اللَّهُ آبِنِينَ مُحَلِّقِينَ رؤوسَكٌ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلُمَّا أَنْ تَعْلَمُوا فَجَعَى مِنْ تُرُونِ ذَلِكَ فَفْحًا قَرِيبًا محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالغدى ودين الحق وَعَقِي يُخْلِبًا وَعَلَى الدِينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول الله محمد رسول الله وَالَّبِينَ أَعْرُوا أَشِبْدًا وَعَلَى الدُّينِ وَعَلَى الدُّينِ وَعَلَى الدُّينِ فطلا من الله وإطوالا سباهم في وجوههم من أفل السجود ذلك مثلهم في الدوري ومثالهم في الإنجي كزوع أخر الشرط أو فآزرهم فاستغلوا فاستغلوا على سرقه يعجب الزر عن يغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سبحان الله